السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشتون عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام فيديو النهاردة اشتريت سلكات حمام جديدة طبعا هقول لكم الاسعار وهقول لكم مميزاتها ايه انا شريت صنفين صنف رخيص وصنف غالي شوية الغالي شوية اه انا عامله امولة يعني واللي هو الرخيصة شوية اللي هي في اليمين دي هنتكلم هنشوف ايه الفرق اللي هي بين اللي في اليمين دي وايه الفرق بين اللي اتنين دول اللي هم راكب فيهم السقيات بتاعته مهم جدا جدا انك تعمل لايك للفيديو ده علشان اللي فات اللي عملناها صورناه مع الاستاذ احمد اللي هو الحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية يورو بيجون ده حمام الشركة الفرنسية لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون ده ختم الشركة استاذ احمد اه وده الرقم بتاعه ده ما ختم في الجناح ماينفعش يطلع ده الختم في الجناح اهوة بيتحطى على الحمام وهو لسا عمره صغير الاستاذ احمد وعدنا ان شاء الله ان هو هيعمل معنا هيصور معنا تاني علشان نرد على الاسئلة اللي الناس سألت عليها اللي هو اللي سأل وقال الحمام جبته من فرنسا ازاي او الحمام اللي هو المختوم جبته ودخلته من برا ازاي الناس عايزة تعرف اللي له قريب طبعا مسافر برا عايز يقول له هاتلي جوز حمام وهو جاي او هو يكون مسافر عايز يعرف ازاي الطريقة فاحنا الاستاذ احمد وعدنا ان شاء الله ان هو هيرد على دي وكمان هيرد كمان على اللي هو بيحضن البيض في الفقاسة استاذ احمد بيحضن البيض في الفقاسة ففيه حد برضو سأل سؤال وقال ان هو عنده اللي با بيتأخر يعني زي ما يكون بيقول تب ازاي ان هو بينقل الزغليل يا فقاسة في الفقاسة تحت حمام رائد من عشر اتنشر يوم واللي با ما بيجي هادسي غير بعد 18 يوم هو بيقول انه بيقعد عنده احيانا بيتأخر 3 ايام على اللي با ما بيجي فهو ده اللي انتظرونا هسيب لك رابط الفيديو بتاع الحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية هسيب لك الرابط وهسيب لك في علامة القاية اللي فوق الوقت هي يظهر لك دلوقتي فوق طيب هنشوف نخش على السلاكة الرخيصة الاول دي السلاكة اللي هي الرخيصة هوا عمل لها الجزء ده ده الفرق هنشوف اول الفرق بين الحديد وبعضه تعال نشوف ايه الفرق شوف ده المسافة هنا تدخل اتنين صباعة كده من الحديد بتاعها دي قريق شوية يعني سبعة ونص تقريبا اهو السبعة ونص اللي على قدهم اللي داخل بين الحديدة تمام ده فرق مهم جدا زائد ان هنا السلكة دي ارفع من السلكة دي ده بالنسبة للوجهة دي اللي هي اللي فيها الببان طيب زي ما قلنا كمان هنا هو عامل السلكة اللي هي دي الحفزة بتاعة السقاية السقايات هي هي جايبها معها هو مش مركبها لكن هو جايبها لركبها تركبها سهل ان شاء الله لكن هي نفس السقايات هنركبها احنا باذن الله بس هنا اللي هي حفزة تانية هورها لك دلوقتي هنشوف برضو ايه الفرق من من جوة ومن الظهر والقعدة والحاجات دي اه ده هعمل سوستة طبعا ملهاش قيمة او ملهاش لازمة يعني ما فيش داعي لها هنا بقى السلك ده اه يعني ايه رؤية شوية هنشوف السلك في التانية اللي هي الاغلى منها بقول لك برضو على الاسعار ده محمل شوية يعني بمقدار ايه مش قوي يعني بنص ملي ممكن يبقى اكتر من كده كمان لكن تقريبا هو الاتساع بتاعه واحد ده زي التاني ولو ان فيها عاملة انا اه يعني ايه كنت افضله ان هو يعملها شايف السلك ده اللي هو جايب كده السلك اللي في الارضية ده جايب كده انا كنت افضل ان هو يجيب السلك كده بالطول يبقى اسهل في التنظيف لو انت هتنظف كده هيبقى اسهل كده يجي معاك لو فيه حاجة هيبقى اسهل في التنظيف دي ملحوظة برضو اه طبعا الادراج هي هي الادراج لكن هو اه السلكة الغالية جايب لي ادراج بلاستيك اخاف شوية زي ما شايفين كده بعد ما ركبت الاكلات وركبت سقاية عشان نشوف هي سقاية هنا بتركب بالشكل ده لسه الخرطوم هتوصل لها اه طبعا الاتنين جايين من غير الجردل الجردل اللي هو بيتركب فوقها علشان يوزع المية محدش جاب الجردل بيقول الجردل بقى باربعين جنيه فحابوا يوفروه الاككالة البلاستيك الاككالة اللي بتحط فيها الاكل دي اللي دي الرخيصة السلكة الرخيصة جايب جايب بالاكالة الشفاف دي الاكالة في السلكة الغالية جايب الاكالة دي الغطى شفاف وهي الخامة دي الخامة اللي هي الفبري دي اما دي الخامة بالبلاستيك اللي هو الطري ده لكن هي شفافة طيب ايه كمان الفرق لو نزلنا تحت كده عند الرجلين هنلاقي دي مرفوع عن الارض حوالي خمسة سنتي ما اقول لها رفع عن الارض خمسة سنتي لو بصنا على دي نشيل الاكالة دي كده هنشوفها من ته هتلاقيها مكان الدرج على الارض تماما اهو الدرج على الارض خالص حتى اما جاي شيل الدرج مش عارف اشيله يعني ايه بدي اعمل لها حاجة ارفع بيها فعلا مش عارف اطلع الدرج درج بالنسبة ده مش عارف اخرج الدرج اهو مش عارف اخرج الدرج اهو كده خرجت الدرج بصعوبة طبعا هو لسه مضيف لسه ما سكنتش فيها حاجة خرجت الدرج اهو هو الدرج حلو بس ما ينفعش يكون على الارض بالشكل ده اه لو شفنا سلك الاجناب برضو سلك الاجناب اللي فيه في الغالية واسع برضو يدخل فران يعني دي مش ضد الفار ولا حاجة يعني ممكن دي لو ضد الفار يتعمل في النص كمان سلكة كمان تعمل هنا سلكة لو هي عايز تكون ضد الفار يبقى يتضاف عليها سلكة هنا في النص عشان ما يدخلهاش في ران طبعا ولو ضد الفار اظن يبقى مش هينفع بالاكلات دي لان ممكن الفار هيرفع الاكالة وهيرفع السقاية ويدخل لو انت عايز ضد الفار يبقى لازم تعمل ده مقفول الباب ده يكون مقفول لان ممكن يرفعها الفار ويدخل منه ده لو انت عندك فران يبقى تعمل مقفول وتستخدم السقايات المساء العادية والاكلات اللي هي الفخار من الداخل او اي حاجة تحط الاكل برضو جوه ايه كمان هم حبهم يوفروا حبهم يوفرهم التواجن اللي هي للبيض او محضن البيض مفيش حد في الاتنين جاب محضن البيض لذا جاب محضن البيض الغالية ولا الرخيصة محدش جاب محضن البيض لكن هما الاتنين الحقيقة مقفلين بالدبل الحديد اللي هي الدبل الحديد دي رجعتك شايف الدبل الحديد دي طبعا التقفيل بالدبل الحديد امتن من اللي هو القفيز اللي هما بيشدوا البلاستيك ده تمام كده يبقى ايه الفرق لسه بقى هنوصل لهم الجردل ونوصل الخراطين دي ونبقى نسكن الحمام ونبقى ان شاء الله نصور هنا برضو بعض الفيديوهات يكون ده نعمله زي الاستوديو بتاعنا كده للتصوير ان شاء الله اه نسيت اقول لك حاجة مهمة جدا اه اللي انا طلبتها من اللي هي العمولة فانا طلبت منه الطلب ده طلبت الرف الداخلي لو بين حضرتك اهو رفي داخلي اتحط عليه طاجن كمان الحمام اللحم اه عشان لما يبيض عليه اه انا بواجه المشكلة دي اعفي السلكة اللي هي العادية الخشب اللي فوق الزغليل لما بتكبر بتروح على البيض اللي الاهالي اللي سرقتين عليه طبعا لان فيه حمام بلحم من اتناشر يوم لعشرين يوم الزغليل بتبدأ بنسيبها معهم برضو مع البيض فازغليل ممكن تروح على البيض تأكل بيض او ان ممكن البيض يبوز فطبعا الرف الداخلي ده هيبقى مهم جدا في التحضين اللي هو يتحط عليه طاجن تاني اهو دي الاضافة ده الفرق اللي هو الجوهاري بين الاتنين هم عملوا برضو بناء على الطلب اللي انا طلبته هنشوفه برضو يشيل والله كويس جامد يعني يشيل حلو ما شاء الله ده اللي هو الحاجة اللي انا استفدتها من السلكة الغالية دي طيب الغالية بكام والرخيصة بكام دي الرخيصة دي على عيوبها على مميزاتها زي ما حضرتك شفت كده دي بستمائة جنيه لما روحت استلم يعني هي كانت ناقصها شوية كانت ناقصها الاكالات دي ما كانش لسه اشترى الاكالات دي ما جيتش عنده لما روحت استلم قال له والله الاكالات دي زادت دفعنا اربعين جنيه زيادة يعني بقت دي ستتمائة واربعين جنيه بعد الزيادة دي اللي هي الغالية تمنمية جنيه زي ما هي كده كلها برضو من غير طواجن البيض موفرها برضو لكن هو جاي مقفلها كده الخراطيم فاضل بقى بس ان احنا احنا احطهم مكانهم احنا فكناهم طبعا علشان التحميل والشح وبعد كده هنركبهم ان شاء الله تركيبهم سهل يعني ان شاء الله تجميعهم بسيط يبقى ده هو الفرق الجوهري اللي بين الاتنين الرف الداخلي اللي احنا قلنا عليه والحتة دي اللي هي الحفزة بتاعة السقاية لكن هي يعدي لو حمام مسلا سايب او حاجة ممكن تقف عليها هتعكي هنا هتعكي المية اما التانية دي اللي هي هتكون كده مقفول عليها اه لو حاجة وقفت هنا مش هتعكي المية المية محفوظة ان شاء الله اه نضيفة بس طبعا كل ده سواء دي او التانية ما هون ماش ضد الفار لو ضد الفار لازم تعرف لو انت عايز تشتير يسأل لك قد ضد الفار لازم هتعملها بقى بمواصفتك اللي هو السلك الدايق لازم تقول للراجل بين السلكة والسلكة ده يحط لك سلكة كمان هو طبعا بيعمل عنده الاستنباط اللي بيعمل عليها السلك اه بس طبعا يعني ده هتقضي الغرض بالنسبة لي ان شاء الله كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته